النهاردة في الفيديو انا اتكلم عن نتائج مباريات يوم الاسنين 17-6-2024 نبتدي ببطولة يورو 2024 عندنا منتخب رومانيا فاز بنتيجة 3-0 على منتخب اوكرانيا وعندنا منتخب بلجيكا كان المفاجأة انه يخسر بنتيجة 1-0 من منتخب سولفاكيا وانتهت مباراة النمسا وفرنسا بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 1-0 وكان اللي حزن جماهير فرنسا هو اصابة اللاعب كيلين مايه اصابة خطيرة زي ما انتم شايفين في الصورة حركة المناخير زي ما انتم شايفين يعني الشكل العاطمة المناخير ممكن بالنسبة كبيرة يبقى فيه كسر هو ما عرفش التشخص بتاعها لسه لكن هو بالنسبة كبيرة ممكن يبقى كسر في l'anf فهو ده كان اللي مسبب الدم الكتير زي ما انتم شايفين من مناخير كيلين مايه فبنتمنى له الشفاء العاجل لاعب قوي جدا وصفقة قوية للريال مدريد فالشفاء العاجل ان شاء الله لللاعب الفرنسي كليان امبابيه نخش على ترتيب المجموعات في المجموعة الرابعة متصدرها منتخب هولندا 3 نقط والمركز الثاني فرنسا 3 نقط المركز الثالث منتخب هولندا بلا اي نقاط المركز الرابع النمسا بلا اي نقاط اما المجموعة الخامسة بتصدرها منتخب رومانيا ب3 نقاط والمركز الثاني سولفاكيا 3 نقاط المركز التالت بلجيكا بلا اي نقاط المركز الرابع والاخير اوكرانيا بلا اي نقاط النهاردة الدور المصري عندنا مباراة الجونة والبنك الاهلي انتهت بتعادل ايجابي واحد واحد وانتهت مباراة الاسماعيلي وامبي ايضا بتعادل ايجابي لكن بنتيجة اتنين اتنين وعندنا الزمالك النهاردة بيخسر بنتيجة اتنين واحد من فريق المصري البور سعيدي وبكده يكون ترتيب الدور المصري الان برامز المتصدر ستة وخمسون نقطة المركز الثاني المصري البورسعيدي 42 نقطة المركز الثالث زد 37 نقطة المركز الرابع امبي 37 نقطة المركز الخامس الاهلي 36 نقطة المركز السادس الاتحاد السكندري 36 نقطة المركز السابع مودرن فيتشر 35 نقطة المركز الثامن سموحة 35 نقطة المركز التاسع سراميكا 34 نقطة المركز العاشر طلاقع الجيش 33 نقطة المركز 11 الزمالك 31 نقطة المركز 12 الجونة 31 نقطة المركز 13 الإسماعيلي 28 نقطة المركز 14 البنك الأهلي 24 نقطة المركز 15 بلدية المحلة 22 نقطة المركز 16 فاركو 21 نقطة المركز 17 المقاولون العرب 19 نقطة المركز 18 والأخير فريق الداخلية 15 نقطة والنهاردة عندنا مباراة ودية دولية كانت ما بين منتخب بنما ومنتخب برجوي المباراة انتهت بفوز منتخب برجوي بنتيجة 1-0